دي اقرب حاجة تعمليها واسأل حاجة تعمليها بالليل تقوم الصبح تحطيها في الشنطة على خلط توكلنا عليك يا رب معينا هنا ثلاث كبات من الدقيق الطحين لخوطنا على الوف العرب كباية من الحليب او اللبن زي المصريين ما بيقولوها انا بتاقي بقيت اتكلم باللغتين وبيضة وحبة البرقة وزعدر واي نوع جبنة عندك جبنة بيضة باي نوع انت عايزة وانا احتاج طبعا حبة مية علشان نعجيني العجينة دي بسم الله والبيضة معنا عشان تده اجين كويس حبة ملحي صغيرة جدا بسم الله اهم حاجة في العجينة دي انك تدرى بها كويس كل ما تعجينيها كويس كل ما تدي معكي ولازم ترتاح عشان بس تتبقي عارفة آآ كل حاجة عن العجينة دي يعني هتعجينيها وتسيبيها شوية ترتاح وبعدين انت قطعيها وتسيبيها شوية ترتاح عشان تطلع معاكي آآ مزبوطة بصي بقى انا عايزة واريكي حاجة اولا هي ثابت خلص من العجينة مجرد ما احنا شناها تاني حاجة العجينة نفسها ملمسة بصي مجرد ان هي بتامينيها بصي ولازم التلزيق اللي هي الخفيفة دي ما تفتكريش ان هي كده العجينة بتاعتك مش مزبوطة المفروض بقى ان انا بتاني اي حاجة زيت وحطها فيها ترتاح شوية وبعدين اقطعها واسفها عشر دقايق وبعدين افردها وابتدي اشتغل بيها فطبعا احنا ما عندناش وقت كفايا كل ده فاحنا اختصرنا الوقت ده كله وتتقطع سبع عشر دقايق وتتفرد سبع عشر دقايق وطبعا بعد العجين برضو بتتساب عشر دقايق يعني الموضوع كله ان انت نص ساعة وبتشتغل في العجينة بتاعتك تعالي نشيف دي ونقول لك عملناها ازاي يا بركة بسم الله الرحمن الرحيم احنا عاملين دي ونجهز لها عشان حضرتك تبسمها لها بس يا ستة كل انا دي عايزها هنا كده بس انا مش كده وبس انا لسه افردها تاني شوية عشان اشتغل بيها فكرة الفطيرة بتاعتنا قريبة جدا ما الفطير بتاعنا بس انا عايزة ايه اخبرها شوية بس العجينة بتروح معاكي الزاوية مرتاحة هو ده اللي انا عايزها بس اهو مش محتاجين اي حاجة انا عايزها تبقى واحد كده انا بعملها هنا دلوقتي بزيت عشان عايزها اخبرها شوية انا كده خلصت بسي هنعمل ايه بالنها كده وكده تمام تمام وهنا العجينة بتاعتي الاسفة الجبنة حطها عليها حبة زيت حبة تحطي زيت زيتون حطي حبة تحطي زيت عادي اهم حاجة يكون رحته كويسة شوية زعتر جمعة الليبنانيين هيحبوا دي قوي لانهم هم اصلا بيحبوا الزعتر في كل اكلاتهم وكل المعجنات بتاعتهم بصي بقى ساتة الكل احنا نحط دي كده شايفة اهي واحدة من الاطراف الاربعة اللي معينة احنا عملنا فكرة الفراشة ايه وبننزل عليها بمقدار من الجبنة اللي معينة فكرة سهلة جدا وبسيطة جدا كده انت عملت السندويتش من غير مدامة بصي ودي ده وهدي الجزء الثاني وهدي الثالث تمام تمام بصي كده اهي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة